النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي ترفع الفيديوهات من الموبايل بتاعك على اليوتيوب بطريقتين وكل طريقة فيهم افضل من التانية فما تروحش في اي حتى وكمل الفيديو معنا للاخر عشان الفيديو ده مهم لك جدا 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 فهم ما تتخيل وان شاء الله تستفاد من الشرح فما تروحش في اي حتى وتابع الشرح معنا للاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الغاليين قبل اي حاجة خلينا نسأله على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونذكر الله النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نرفع الفيديوهات من على التليفون على اليوتيوب بطريقتين وكل طريقة فيهم افضل من التانية الطريقتين معنا في طريقة من على المتصفح والطريقة التانية هتعرفوها في اخر الفيديو اي متصفح عندك موجود سواء او جوجل كروم او بس انا بفضل متصفح نضغط عليه نفتح من عليه قناة اليوتيوب طبعا بالطريقة اللي حضراتكم عارفين هنكتب في جوجل يوتيوب وتخش على القناة عاديا تمام بس احنا عايزين نسخة سطح مكتب كده ظهر بالصيغة العادية هنضغط على التلات نقط اللي على ايدك الشمال تحت دول عليهم العلامة الحامرة هيجيب لنا مجموعة من الخيارات هنختار منها نسخة سطح المكتب نسخة سطح المكتب اللي قدامكم اللي عليها العلامة الحامرة دي برضو هنفتح العلامة بتاعتها هيبدأ معنا يحمل وهيحولنا بالزبط لصيغة سطح المكتب لكننا بنستخدم اليوتيوب من على الكمبيوتر تمام ودي افضل طريقة طبعا اه وهتعرفوا معي دلوقتي ازاي نرفعه بالشكل الصحيح واضافة وصف وكل حاجة هنضغط على علامة القناة بتاعتنا اللي فقل عليها السهم ديت هنختار منها ستوديو يوتيوب اللي قدامكم ده عليه السهم ده برضو مجرد ما نضغط عليه هيبدأ يفتح معنا يحمل معنا يفتح لنا ستوديو يوتيوب من على المتصفح كده فتح معنا ستوديو يوتيوب وجايب كافة البيانات بتاعت القناة بتاعتنا احنا عايزين بس العلامة اللي هي علامة السهم اللي انا عامل اشارة عليها اللي فوق ديت علامة الرفع نضغط عليها مجرد ما نضغط عليها بتظهر لنا الوجه اللي قدامنا ديت بعد كده هنختار العلامة الزرق الموجودة اللي فيها رفع الملفات ديت. اختير الفيديو نضغط عليها. هتظهر عندنا الفيديوهات الموجودة. هنخش طبعا ايه على مصدر الفيديو اللي احنا عايزين الفيديو موجود عليه على التليفون يعني. هنخش. انا هدخل مسلا على ملف اللي هو اخراج المنتاج عليه. بعد كده هدوس على الاول فيديو اللي هو استعادة الاسماء المحزوفة والفيديو ده هتلاقيه موجودة على قناتنا. انا حاليا دلوقتي بشرح وانا برفع الفيديو. تمام? اول ما ضغط عليها كده هيبدأ عملية التحضير لرفع الفيديو. كده بدأت عملية الرفع هيت. اول حاجة بيجيب لك اه انك تختار طبعا عملية الرفع شغلة بس انت في الوقت ده بتم لبعض البيانات الموجودة. تمام? هاختار عنوان الفيديو فوق. انت بتختار العنوان اللي نسبك. اه بدون اي مشاكل وكل بساطة خالص. اي عنوان انت عايزه اكتبه. ما فيش اي مشاكل اللي هو بيدوله على الفيديو. بعد كده هنخش على الوصف. الوصف ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا. اه اول حاجة بتكتب فيه نبزة مختصرة مختصرة كده عن اه مقطع الفيديو بتاعك. اه تاني حاجة لازم تضيف روابط الفيسبوك والاستجرام والحاجات اللي انت عايزة. بعد كده روابط الملفات او اي حاجة انت بدك ترفعها. اهم حاجة تكتب علامة الهاشتاج وتحاول تحط اسم الفيديو او كلمات من اسم الفيديو في الهاشتاج. اه دي طبعا عشان ترفع بتاعك. بالاضافة لكلامات الدلالية بعض الكلمات الدلالية كده بتكتبها ايه في الوصف. بعد كده هنخش على الانت الصورة المصغرة نضعت عليها. هنبدأ نرفع صورة مصغرة من عندنا من على التليفون. صورة تكون مجهزة وبازن الله انا هنزل الفيديو ازاي تعمل صورة مصغرة بشكل احترافي. بعد كده انا وعندك اه قوام تشغيل الحاجات ممكن تضيفها. في خيار عندك تحت اللي هو الفيديو مخصص للاطفال او ليس مخصص للاطفال. طبعا احنا بنختار ليس مخصص للاطفال. وبنضغط التالي اللي هي على ايدك الشمال من تحت العلامة الزرق. عشان ننتهل الخطوة اللي بعدها. الوجه اللي قدامنا ديت فيها حاجة اسمها شاشات النهاية وحاجة اسمها البطاقات. بتقدر تضيف شاشات النهاية. وتقدر تضيف بطاقات عادي. هنتعلم ازاي دلوقتي نضيف شاشات النهاية ونضيف بطاقات. نضغط على شاشات لنهاية كلمة اضافة لعندك. هتلاقي فيه قوالب قوالب لشاشات النهاية موجودة عندك. بكل بساطة والموضوع بسيط جدا جدا ابسط مما تتخيل. عندك مسلا فيه قالب موجود فيه فيديو وعلامة اللي هي اشتراك في القناة. وفيه قالب فيه فيديو وفيه قائمة تشغيل. وفيه قالب فيه قائمة تشغيل. وعلمة اشتراك في القناة. فانت بتختار القالب اللي يناسب حضرتك. معلش يا جماعة انا سريع شوية في الكلام بس وفي الشرح عشان خاطر وقت الفيديو ما يبقاش طويل وتبقى الامور مملاني. بعد ما ضغط على علامة القلب اللي انت عايزه بالزبط هتظهر لك الواجهة اللي قدامك ديت. انا اخترت مسلا عرض فيديو هين. فباجأ على الفيديو الاول على الشاشة اللي قدامك ديت. وبضغط عليه. وباجيب اختيار فيديو معين. وباروح اختار الفيديو اللي انا عايز يظهر في شاشات النهاية. فانا مسلا على سبيل المسال اختار الفيديو ده. وهاجي على الفيديو التاني العلامة اللي جانبية اضغط عليها. مجرد ما اضغط عليها هيحصل نفس اللي حصل في الاول كده. هيجب بنا برضو اختيار فيديو. فانت هتجيب اختيار فيديو ومعين من على يمين من عندك. وهتختار الفيديو برضو اللي انت عايزه. فلنفرد مسلا 정부 اللي انت اخترته ده مش عاقبك وعايز تغيره عاد الامور البسيطة. خلاص بتدوس عليه. وبتختار فيديو غيره او بتدور في الفيديو اللي اعجبك بتنقيه وبتجيبه. بتفرر في الفيديوهات براحتك وتختار الفيديو اللي انت عايزه يزهر في شاشات النهاية. ودي مهمة جدا جدا لانها يعني بتشجع ان المشاهد بعد ما خلص الفيديو يدخل تقترح له الفيديو اللي هو ايه مجرد ما يضغط عليه كده يتحول الفيديو اللي بعده على طول او الفيديو المقترح اللي قدامه. الامور بسيطة جدا جدا والامور سهلة بعد ما تخلص خلص بتدوس كلمة حفظ اللي فوق ديت اللي هي على ايدك شمال فوق. تمام? بعد كده هنخش على البطاقات اللي تحت ديت هندوس اضافة. هنا بتضيف علامة البطاقات اللي بتظهر الصغيرة اللي فوق اللي في جنب الشاشة ديت. في اي وقت في اول فيديو في نص الفيديو في اخر فيديو علامة بتحركها قدامك زي ما انا بحركها قدامك اول. تمام? مجرد بس ما تسيبها كده بتلاقي علامة زائد جنبها كده بتدوس عليها وتروح تختار الفيديو اللي عايز يظهر في البطاقات. اي فيديو انت عايزه بيظهر في علامة البطاقات. بعد من خلص آآ ممكن على الفكرة ممكن تضيف بطاقة بطاقة واتنين وثلاثة. يعني هو اعطاك دم ما بطاقتين بس اللي بتضفهم. انا م جربتش موضوع التلاثة دي صراحة. بتختار البطاقة التانية. وبتحطع في اي مكان في الفيديو انت عايزه. برضو زي البطاقة الاولى كده وبتختار الفيديو المناسب اللي انت عايز ويظهر في علامة البطاقة ديت. البطاقة اللي هو الشريط الابيضة اللي بيبان في اي فيديو وانت بتشوفه من فوق كده. تمام? بعد ما بنخلص الحوار ده برضو بندوس حفز. تمام? بعد كده هنضغط على علامة التالي. اللي هي برضو العلامة الزرع عليديك الشمال تحت. حاليا دلوقتي بيتم يعني تحميل الفيديو ومعالجة الفيديو ومعالجة الفيديو جودة لو انت رفع الكلام ده كله بيتم اثناء ما انت بتعمل الحاجات ديت يعني. بعد كده بنخش على التالي نوصل لعملية التحقيق قدام حضرتك هو بقولك تم التحقق من الفيديو ان مش حالي اي مخالفات. تمام? بعد كده بندوس على التالي. هنختار من هنا اختيار عرض الفيديو آآ علني او مد آآ غير مدرج مسلا او خاص. آآ فانا طبعا انت حضرانك لو هترفع الفيديو مباشرة فهتختار علني اللي هي اخر واحدة. انما انا هعمل وغير مدرج لان نسا في شوية تعديلات في الوصف عايز اكتبها وحاجات. وحضرتك طبعا ايه يعني اما مش هاين فان انا اكتبها وانا مع حضرتك لان هتاخد وقت. ووقت الفيديو اصلا مش عايز او تقول اكتر من كده عشان ما بقاش ممل. فحضرتك هتختار علني بدون اي مشاكل خالص وبعد كده هتدوس ايه نشر. بعد ما تضع على نشر هيتم دلوقتي حاليا تحضير لنشر فيديو. حاليا بدوقتي بيتم التحضير اهوت. بدون اي مشاكل. بعد كده تم نشر فيديو بنجاح هوت. بتده اتخذ الرابط اللي قدامك ده وتشاركه على الفيسبوك او على تويتر او على الواتساب او على اي حاجة انت عايزة. بحس يعني اصدقائك واصحابك والناس انت تعرفهم يخشوا او متابينك يخشوا يشوفوا الفيديو. طيب هيجي واحد يراتي يقول انت عملت كل حاجة ونشرت الفيديو طيب منسيت الكلمات المفتاحية او الكلمات الدلالية. هقولك ان الكلمات المفتاحية او الكلمات الدلالية دي عايزة فيديو لوحدها لانها هتاخد وقت طويل جدا. ودلوقتي وقت الفيديو يعني تخطى العشر دقايق. فانا مش عايز يبقى اطول من كده. وان شاء الله هيبقى لها فيديو مخصص للكلمات المفتاحية او الكلمات الدلالية. بالمصدر اللي احنا هنجيب منه ومصدر انا عن نفسي انا باعتمد عليه كشخصي في رفع كل فيديوهاتي باجيب منه الكلمات المفتاحية والكلمات الدلالية. وطريقة اه وضعها في الفيديو. وكل حاجة ان شاء الله في وقتها. دلوقتي هنبدأ في الطريقة التانية. هنخش على اه مدير الملفات عندنا. ونجيب منه مقطع الفيديو اللي احنا عايزين نرفعه على اليوتيوب. وليكن مسلا انا هخش على ملف اكسي بورت اللي عندي ده. وهجيب اول مقطع فيديو اللي هو السعادة الاسماء المحزوفة. واضغط عليه. وبعد كده هجيب علامة المشاركة. ومجرد ما اجيب علامة المشاركة هتظهر القائمة اللي قدام ديت فيها اشاركه على واتساب او ولا اي حاجة اختار اليوتيوب. مجرد ما دست على اختيار اليوتيوب هيجيب لي كده الفيديو بالشكل اللي قدامك ده. طبعا لازم تكون منازل استوديو تطبيق استوديو يوتيوب من على المتجر موجود عندك على التليفون. هتكتب هنا عنوان الفيديو اللي انت عايزه. وليكن مسلا انا هكتب مسلا استعدت الاسماء المحزوفة بتلت طرق. تمام? بعد كده هندخل على الوصف وزي ما احنا اتفقنا في الوصف نبزة مختصر على الفيديو اللي هشتاجه وضف الراوت ونفس الطريقة اللي هنتكلمنا هنا في رفع الفيديو في الطريقة الاولى. بعد كده هنجيب مستوى العرض. آآ هنختار طبعا على علني او الوحدة. او انت مسلا عايز تحفظه او غير مدرج او الحاجات دي كلها. بس انت لو عايز الناس كلها تشوفها هتختار مستوى العرض علني. تمام? هنجيب نواشتر الفيديو اللي فهو ديت وتختار ايه علني. بعد كده موجود عندك اضافة الكلمات المفتاحية. في اختيار الجمهور طبعا هتختار ايه لا 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 الفيديو ليس مخصن لاطفال دي مهمة جدا. تمام? بعد كده لو في انت عايز تضيف موقع ولا حاجة بتقدر تضيف موقع برضو بدون اي مشاكل. بعد كده عندك آآ في اضافة قوام تشغيل وحاجات من ديت. وما تنسوش موضوع اضافة الكلمات المفتاحية او الكلمات الدلالية دي ان شاء الله احنا هنزلها في فيديو الوحدة. انا هعمل تجاهل طبعا عشان نشرت الفيديو من خلال الطريقة الاولى. والطريقة دي الطريقة اللي انا بفضلها دايما. هي وهي الطريقة المضمونة والطريقة الصحيحة مية في المية هي الطريقة الاولى. انت كده يا صديقي عندك طريقتين لرفع الفيديو. الطريقة الاولى والطريقة التانية. بس انا بفضل طريقة المتصفح انك ترفع الفيديو من عليها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا في التعليقات ايه رايك في الفيديو ده لو في اي حاجة تانية انت عايزة اشرحها في اي فيديو جاي. انا تحت امرك. كان معكم اخوكم محمد من قناة مستر تيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.